ترجمة نانسي قنقر اللي أفرد مساحة كبيرة في برنامجه للهجوم عليك بالتلفزيون الأمريكي إيه الموضوع وإيه تفاصيل الموضوع الموضوع الأمريكي مايكل كورن ده راجل يعني ماسوني تمام؟ أنا قلت للأمريكان وقلت للإسرائيليين وقلت لليهود العين بالعين والسن بالسن أنا إنسان وأنت إنسان نعم أنت لك خلق أنا نفس الخلق ما ينفعش تبقى أنت ابن البطة البيضة وأنا ابن البطة السودة الفقر مش عيب لكن مش معنى إن أنا فقير في مصر معناها إن أنا أبقى خدام وتابع للأمريكان واليهود أنا قلت إن فيه أربعين في المية من اليهود مش حلوين وستين في المية ناس طيبين وكويسين وعاديين وزينا مش عجبهم هذا الكلام ليه؟ لأن هم مش عارفين يتعاملوا مع هذا الكلام هم بيتعاملوا مع واحد بيطلع يعمم على كل اليهود إنما اللي أسن لها اللي أسنها لهم لأربعين في المية وستين في المية يقولوا عليه إيه؟ عدو المسونية؟ عدو السامية؟ طب إزاي يبقى عدو السامية؟ وهو بيقول إن فيه ستين في المية كويسين جداً تمام؟ نشوفي الوديو موابط نشوفي الوديو موابط دولة تختاروا فيخوة تختاروا في عدة موابط واحد يحددون موابط الآخر يحددون موابط إلى موابط ثم من الموابط من الموابط إلى أن تكونل موابط يمكنني أنه لا يوجد من الموابط سأرأى أكثر ما لا يمكن ولكن ما ذلك تبدأت بيطلة ما يعني؟ يعني قد تكونLo BBC مع حوالي 40% الذين لا يوجد الموابط لا يوجد الموابط أو يوهاتف جديدون ٢ هل يظهرى تكونوا الموابط ولكن هذا الفيديو لا يؤثر ايضاً ايضاً حسناً مجردًا في الارض لا! إنه إجيبتان كانت تحفيق أكاشا ايضاً لديك المتحدث عن الفارين TV واحدة من المتحدثين في كل ايضاً أريد أن نحن 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 ولكن كيف تتكلم مع الناس؟ كيف تتكلم مع الناس الذين هكذا؟ لا أعلم. حتى الثاني، اشتركوا في القناة، اشتركوا في القناة، اشتركوا في القناة ومعروف، هم عاملين قياسات رأى وعارفين ان العبد لله له تأثير في الوطن العرب، مش في مصر بس وان بدأ الناس الكلام اللي هو بيقولوا يسرقوا فيه، فلازم وبعدين فتح ملفات المسونية، فلازم يتحارب أنا ما بخافش من حد، كلامي واضح، وبقول الأخ مايكل كورد، الأول أنا أحكي لك الموضوع وهو جهز زي طبعا فيه مركز الأمريكي للدراسات الأعلامية للشرق الأوسط، المركز ده بيتابع كل كلمة وحرفة أنا بقوله نعم، دوره أنه هو المركز ده بيشتغل إلكتروني في بعض الأمور دوره أنه هو ياخد الحاجات اللي بتتكلم على الأمريكان، وبتتكلم على اليهود وبيبعتها مباشرة بعد ما بيتم عمل المونتاج عشان ما يخليش الناس تسمع كتير كل ده أوتوماتيك، يبعتها إلى المواقع، إلى وسائل الإعلام زائعة الصيد في الولايات المتحدة وفي الدول الأوروبية نعم طبعا المركز الإعلام الأمريكي للشرق الأوسط، بعت لهم لأنه هو في أكبر قناف أمريكا والبرنامج بتاعه أحد أشهر برامج في أمريكا نعم تمام؟ فبعتوله أنا عايز أقول لحضرتك أن الفيديو ده نزل على موقع ممري اللي حضرتك كنت بتهجم الأسبوع اللي فات أيها ما أنا عارف واتاخد منه ما أنا عارف هو أنا مش الناس دي يا جماعة أنا وأخذ دكتوراه معهم من عندهم الله، وغير ما أنا وأخذ دكتوراه من عندهم وأنا مش اتدربت عندهم يعني ما شيء طبيعي أنا قلت الميموري قلت له ميموري ده ولا زيفت قلت له يعني التلميذ بيتفوق على أستاذه نعم عادي جدا دكتور فاروق الباز تفوق على أساد زيته في أمريكا أحمد زويل تفوق على أساد زيته في أمريكا كل ده ما بفرقش معه اللي بفرق معهم أن يتفوق عليهم سياسي أو أعلامي نعم دي بقى اللي بتفرق معه لأنه زيت تأثير في الرأي العين أيوه واخد بال حضرتك النهاردة اللي بيزود الواحد حزني يعني ما ده حصل أنا مش حزين بل بالعكس سعيد لأن أنا في معركة أعلم جنبتها نعم أنا في معركة مع الإيباك الأمريكي نظمة الإيباك الأمريكية اليهودية وفي معركة مع الماسونية العالمية نعم الإعلام المصري أصبح مطية للسهيونية للماسونية العالمية نعم مطية يعني ركوبة ليه الماسونية العالمية كون أن الناس ما بتفكرش تفكرش في الأبعاد ده أنت المفروض تفتخر بتوفيق عكاشة أنه راعب اليهود ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر